اهلا بكم عزيزي طلب وطلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني وبنتكلم النهاردة عن مادة مهمة جدا تخص التخصص الصناعية وبالاخص تخصص النسيج النهاردة بنتكلم عن مادة الالات وبنستكمل موضوعاتنا الخاصة باجهزة امرار خيط اللحمة يمكن احنا نتكلم عن اجهزة امرار خيط اللحمة احنا عارفين ان هي بتشغل حيز كبير جدا من منهجنا وزي ما قلنا قبل كده ودايما بنقول ان منهج الصف التالت او منهج مرحلة الدبلوم هو منهج موحد مع طلبة الصف التالت في مدارس الخمس سنين فبالتالي موضوعاتنا المقدمة لحضراتكم مقدمة لنوايتين تعليم هي نوعية تعليم المتقدم نظام خمس سنين للصف التالت دي تعتبر سنة نقل فيها امتحان في وسط العام او في نص السنة وبرضو ماجهنا حلقتنا لطلبة الصف التالت في مدارس نظام ثلاث سنين الى مرحلة الدبلوم مرحلة نهائية ولها امتحان في نهاية العام فبالتالي نوعيتين الطلبة اللي عندنا فيه نوع هيمتحن في نص السنة اللي هو ده النظام المتقدم وفيه نوع تاني من الطلبة هياخد كل المنهج بالكامل من اول العام لنهاية العام هيمتحنه في نهاية العام الدراسي عشان كده طبعا هيكون عندنا مراجعات مع حلقات اللي يكون في قرب نص السنة عشان نساعد برضو الطلبة بتاعتنا اللي موجودة معنا تعرف ازاي نهاية جاوب في نص السنة بالنسبة الطلبة الدبلوم زي ما قلنا مراجعتنا نستفيد بيها اللي هتكون لطلبة الصف التالت نظام خمس سنين عشان نسترجع معلوماتنا وبرضو نتحنى في نهاية العام موضوعنا النهاردة هنتكلم عن وسيلة من وسائل الامرار الحديثة اللي موجودة عندنا احنا عارفين ان وسائل الامرار متقسمة لنوعين نوع تقليدي ونوع غير تقليدي نوع ايجابي ونوع سلبي يعني النهاردة بنتكلم عن جهاز حديث ايجابي بيعتمد على وسيط والوسيط ده هيكون المكذوف المكذوف بتاعي النهاردة ده هيكون قذيفة او برجكتل البروجكتل بتاعتي دي هي عبارة عن جسم معدني خفيف الوزن عملته ليه؟ عملته عشان ازود سرعة المكينة واقلل اجهادات النول وفي نفس الوقت ببقاش عندي مكذوف واحد عن مكينة ده احنا هنشوف جدوى كمان شوية بيقول ده المكينة العرضي كزا محتاجة كزا مكذوف والعرضي كزا الاعلى منها بتحتاج عدد اعلى او زيادة من المكذوفات على المكينة وعندنا طبعا تسلسل لحركة المكذوف ده في النهاية انا بتكلم عن مكينة حديثة او بتكلم عن جهاز حديث بياخد الخط من الكونة مباشرة بمعنى اصح ما بيفقد ليش اه وقت في التشغيل ده بيسحب مباشرة من كونة عليها كمية خط بتقضيه فترة تشغيل كبيرة طيب انا عشان ازود فرد تشغيل كمان زي ما قلنا في الحلقات السابقة انا بشغل الجهاز تغيير اللحمة او تغيير الوان اللحمة الالكتروني بس بشغله على لون واحد سادة اللي هو اندي يديني فترة تشغيل اطول كمان للمكينة ازا كانت كونة ممكن تشغلني ساعتين او ساعة ونص مسلا ده مثال برضو مش عالطبيعة اه لما يكون مركب كونتين واسحب منهم في الحالة دي هضاعف وقت التشغيل مركب ست كونات هضاعف وقت التشغيل اكتر بست مرات من الوقت التشغيل الطبيعي لو في كونة واحدة شغلة فانا اللي همني اكتر ان يكون عندي كمية شغلة بتتعمل على المكينة ويهمني اكتر كمان الجودة نفسها بتاعت المنتج الى على المكينة فبالتالي اهتمام بالجودة واهتمام بالمنتج اللي انا بانتجه ان انا بوصل او بحاول استخدم وسائل لتشغيله بشكل يجعل منه منتج جيد ده يساعدني اكتر ان انا ايه هطلع كميات كبيرة من القماش او المنتج بتاعي وعملية تسويق بقى هي النقطة التانية انا بسوأ ازاي؟ ده طبعا جزء يهم جزء بتاع التخطيط عندنا او حتى لو احنا اتكلمنا عن المشروعات نفسها بسوأ لو انا منتجي بيقدر ينفس في السوق انا لو عامل منتج ضعيف هقدر اسوأه بنلاقي كتير جدا شركات بتشتغل بدون اعلانات ومنتجها رائج في السوق بس ممكن يكون في بدايته عشان يبقى فيه الرواق ده كله اه اعتمد على ان هو بيبيع باسعار متوسطة لغاية لما اتعرف في السوق بس طبعا فيه شركات تانية لا بتلقى الدعاية بتاعتها كتير جدا حتى لو المنتج ضعيف هتلاقي مبيعاته كبيرة لان هو اسمه منتشر في السوق فبالتالي لو زبط الجودة بتاعته شوية هتلاقي المبيعات بتاعته اعلى عشان كده فيه منافسة في السوق طريقة البيع وطريقة التنفيذ الجيدة للمنتج بتاعي هتزود مبيعاته وده اللي يهمنا اكتر عشان كده طبعا بنقول دايما ارجع ليه مادة مرابط الجودة هتساعدك ان انت تطلع المنتج بتاعك بشكل جيد تقدر تنافس به في السوق النهاردة هنتكلم عن زي ما قلنا اجهزة امرار اللحمة الحديثة الغير تقليدية طب الفرق ما بين الغير تقليدية والتقليدية ايه قلنا التقليدية لو جيت خط خط في وسط المكينة كده هلقى نصها الشمال يشبه نصها اللي مين في اجهزة الامرار مش في كل الاجهزة انا بكلم عن اجهزة الامرار فقط نص المكينة من النص كده هدقى النفس اللي راكب في المين هو هو النفس الراكب في الشمال الجهاز ده متماثل يعني ايه متماثل يعني اللي اتنين شبه بعض بس راكبين الكمات بتاعتهم على المضرب او على العمود السفلي بالتضاد يعني ايه بالتضاد عندي كامل بتكون راكبة بوزها الاسفل وكمل في الجهة الاخرى بيكون بوزها الاعلى. الاتنين بالشكل ده. فبالتالي اثناء دوران العمود السفلي في واحدة بيكون عليها الدور في القصف والتانية بتكون منتظرة لما كوكي يرجع لها بعد القصفة دي عشان تبقى جاهزة لقصفه. فبالتالي احنا بقول الجهاز متماسل. طب هنشيل بقى التماسل ده من موضوعاتنا ونرجع لموضوع مهم جدا انه يبقى عندي الجهاز بيعمل امرار من جهة واحدة فقط. هي بتبقى الجهة الليمين او بتبقى الجهة الشمال. انا عندي هنا بالنسبة لي هيكون من لو انا قدام المكنة هتلقى الامرار عندك من الجهة الشمال على ايدك الشمال. تعم? هيطير من الجهة اليسرى يروح الجهة اليمنى. طب وهيرجع? طب بإلا هيرجعه? انا هنا باتكلم عن جهاز امراره من جهة واحدة بس. اذا المكزوف طار من الجهة الشمال وراح الجهة الليمين. هيرجع? ده سؤال مهم جدا. مش هيرجع على نفس الخط ده هيرجع من تحت خالص بعيد عن الموضوع بتاعه وبعيد عن الجوزاء بتاعتي او الجزء الخاص باستقرار ومصار القذيفة نفسها. طبعا الجوزاء ما بقتش جوزاء ما بقاش فيه كتلة الخشب اللي كان بيتحرك عليها المكوك زمان ده بقى فيه ادلة لعملية الامرار. ده طبعا هنشوفه احنا بنشرح الجهاز بتاعنا بشكل مفصل. تعالوا كلا نقول احنا النهاردة عندنا طرق امرار خط اللحمة الايجابية غير التقليدية زي ما قلنا تستخدم الامرار من جهة واحدة. هنا هي بتستخدم القذائف المكوكية والتي تماثل واحد من عشرة من حجم وزن المكوك. يعني لو المكوك وزنه 100 جرام فهي وزنها 10 جرام. كده طبعا خففنا الوزن بتاعه. يبقى هنا انا بغير حجم المكوك التقليدي وباخد حاجة وزنها اقل. يبقى هنا قذائف المكوكية تماثل واحد من عشرة من حجم وزن المكوك التقليدي. وهو الاسلوب المميز بماكينات السولزر. مكنة السولزر ما كان من الماكينات السويسرية ودي طبعا اسم مشهور ما بين الاجهزة الخاصة بالانوال الخاصة بالنسيق. طرف هذه القذائف باسم برجكتل. برجكتل ده المسمى بتاع القذيفة. يرتبط عدد هذه الوحدات القذائف نفسها بعرض وسرعة مكينات النسيق. خد بالك عددها بيرتبط بالعرض والسرعة. فبالتالي لازم يكون فيه ارتباط ما بين العدد والسرعة وكمان العرض نفسه بتاع المكينات نفسها. هنا بقى مفيش جوزاء. هنا بقى يتولى دليل خاص على سطح الدف توجيه حركة القذيفة المكوكية. اثناء انتقالها من جهة القصف الى جهة الاستقبال. هي بتطير من كواية القصف لجهة الاستقبال فقط. ما بترجعش على نفس الاتجاه. هنا بقى نوع تاني من انواع جهزة الامرار وهو نظام الحراب. الحراب عندي منها حراب مرنة وحراب صلبة. الحراب المرنة والحراب الصلبة الاتنين بيتحركوا بنفس الشكل. بس المشكلة ما بين الحراب المرنة والحراب الصلبة ان الحراب المرنة ما بتاخدش حيز على المكينة زي الحراب الصلبة. فبالتالي انا هنا محتاج يكون عندي الكم المساحة نفسها بتكون صعبة لما تكون المكينات عندي. حراب صلبة بمعنى صح لو عندي الحراب المرنة قلنا لها خزنة داخل الماكينة فبالتالي تأثير او وجودها على الماكينة مش باين اما الحراب الصلبة ده محتاجة حاجة كده زي الحربة بالزبط الحربة اللي هي بتبقى صلبة وطويلة ده جزء معدن هيدخل جوه الماكينة ويخرج تاني بطول الحربة هيكون في مساحة جنب الماكينة عشان هي تخرج من النفس وترجع تستقر في مكان جنب الماكينة ده هنشوفه طبعا مع الفيديوهات الخاصة بالموضوع ده الحربة هنا عندي ايما تكون حربة مرنة او ده طبعا لازم تكون مزدوجة او حربة صلبة وحدية او مزدوجة وطبعا هنشوفه في الشكل بتاعها تعتبر النظام الحراب ده تطوير لزيادة عدد دورات مكينية النسيق بالدقيقة يعني بدل ما كانت انا مسام بشتغل سبعمائة حدفة في الدقيقة لا ده انا عايز الف ومائتين حدفة في الدقيقة فبالتالي ده تطوير نوع من انواع التطوير بيتولى المشبك الايصر اللي هو التقاط خط اللحمة من وحدات الاعداد اما المشبك الايمن هيتولى ايه هيتولى الالتقاط يتخلى الخيوط السداء طبعا اثناء دخول سية ده المشبك الايصر بيلتقط خط اللحمة ويتخلى الخيوط السداء من فتحة النفس مع توجيه حركته من خلال وحدات الدليل المسبتة على الجهة الامامية من الدفع. بيتحرك من الجهة اليسرى ويدخل لغاية وسط النفس عشان هيقبلوا هناك المجبك الأيمن. في التوقيت ده بنفس بدء الحركة ونفس التوقيت بيكون بيتحرك المجبك الأيمن عشان يقابل المجبك الأيسر في وسط النفس. اللي اتنين بيتقابلوا مع بعضه في وسط النفس ويتبادلوا خط اللحمة. طيب تعال نك давно نتكلم تانية مرة تانية ونقول. هنا بيتحرك المجبك الأيمن اللي هو مسبب مقدمة الحربة اليمنى ويتقابل المشبكين بمنتصف الصداء لينتقل طرف خيط اللحمة من المشبك الايصر الى المشبك الايمن ولينعكس الاتجاه الحركي للحربتين ليرتدى لنقطة البداية ليبدأ بعدها المشت لضم خيط اللحمة هنا احنا هنتكلم عن نوع تاني من اجهزة الامرار وهو النظام الحراب احنا هنا اتكلمنا عن النظام السلزر ونظام الحراب وفي الدوقت ده نتكلم عن الحربة بقى وشكلها وكمان طريقة تشغيلها على المكينة هي بتتحرك ازاي لو هي صلبة فبالتالي طول الزراع ده هيدخل لجوه النفس لاخره وهيرجع مرة تانية بالشكل ده فبالتالي بطول الزراع انا محتاج جنب جنب المكينة يعني لو المكينة مثلا اخذ الحيز ده انا محتاج حيز اده جنب المكينة ورا يبقى انا كده فقدت ايه مساحة كنت اقدر حد عليها مكينة مساحة تانية اد المكينة جنب المكينة كانت تاخد مكينة كمان انا كده قللت عدد المكينة اللي من النوع ده داخل المصنع لأني مثلا لو المصنع مثلا هياخد عندي 10 مكينة جنبها بعض هنا انا مش اقدر احط اكتر من خمسة ليه كل مكينة جنبها مساحة عد الزراع بتاعها كل مكينة جنبها التانية مساحة عد الزراع بتاعها فبالتالي لو كنت هحط عشر مكينة في الورشة ده او في المصنع ده مش اقدر زود اكتر من خمس مكينة. حتى عشان اسمح بمسافة يقدر يتحرك فيها العامل بتاعي. بالتالي لو عندي صارة انتاج بتاخد مثلا خمسين مكينة مش هقدر احط اكتر من خمسة وعشرين مكينة. طب طوروا وقللوا الحجم وخلوا الشريط نفسه يؤمرن ويدخل لداخل المكينة ويستخبى من داخلها كده في الجنب اللي مينه في الجنب تشميل. كده انا اقدر احط المصنع اول صالة الانتاج اللي عندي اللي بمفترب بتشيل خمسة وعشرين مكينة من النظام الحراب الصلبة. انا هنا هقدر احط فيها كم مكينة? خمسين مكينة. يعني الحراب الصلبة بتاخد حيز كبير جدا حوالي المكينة. فبالتالي عدد المكينات بيكون في صالة الانتاج قليل. اما الحراب المرنة بما ان الخزنة اللي بتشيل الشريط المرن ده اللي داخل المكينة وفي منطقة مش بقدر حيز جنب المكينة هقدر احط خمسين. يبقى الحراب الصلبة هتاخد خمسة وعشرين ما كانت صالة. اما في المرنة هتاخد خمسين. ضعف عدد المكينات. يبقى انا كده قدرت ان انا استغل صالة الانتاج بكامل بشكل افضل بكتير جدا من الوضع السابق. ده طبعا بالنسبة لإيه? للمقارنة وبين وجود الحراب الصلبة عندي على الشغل بتاعي وبين الحراب المرنة. هنرجع تاني ليه الطريقة الإيجابية غير تقليدية لإمرار خطة لحمة بوسطة القذيفة المكوكية لمكينة سولزر. وهنرجع تاني ده الشكل بتاعنا ده شكل المكينة شايفين عرضها قد ايه? المكينة عارضة جدا. هي المكينة معليهاش سدى. بس هنا المكينة شغالة عشان نشوف الحركة بتاعت الايه? وحدة القذف. اللي بتبدأ تقذف المكذوف او القذيفة بتاعته في فوسة النفس. هنا طبعا ده شكل المكينة من الجنب. وهن طبعا الحركة او الهزاز نفسه بتاعنا مشت حركته سريعة. وهن طبعا ضريط التوصيلات والجزء الخاص بخزنة اللحمة اللي بيقدم خط اللحمة عشان تبدأ الامرار. وهن ده هي الأدلة اللي بتساعد قذيفة على الحركة. له الاجزاء المعدنية اللي بتلمع قدامي في المكان اللي بيشاور عليه. هنا زبزبت المكينة سريعة. معنى كده ان المكذوف بتاعي هيكون ايه? سريع. ده طبعا شكلها خارج المكينة. وهنا عملية القذف او الامرار نفسها. هنا بيكذف او بيدي دفعة للمكينة عشان تشتغل. هنا المكينة وهي عليها السدة وعليها العملية النسيج. وهنا طبعا ده المشت ودي الادلة اللي قدامي مشت. مفيش جوزاء بقى مفيش جزء الخشب بقى هي ادلة من المعدن. هنا طبعا ده الجزء المهمة عندي وازاي بيقدي القوة للمضرب عشان يطير القذيفة في وسط النفس عن طريق عمود للتواء. هنا طبعا احنا فصلين جزءنا عن بعد بس ده اه زي اه جزء ليه التدريب او اللي بيوصل بس فكرة توصيل الحركة. هنا انا بعمل عملية عصر ليه العمود طبعا عن طريق البنز او عن طريق الجزء الخاص بالمضرب. هنا طبعا ده المضرب بتاعي. انا هنا بعمل العصر. في جزء ده. هعصر. الزراع. بص هنا على المضرب. هيحصله ايه? هيرتد مرة تانية بسرعة. الارتداد بتاعي ده هيخليلي ايه? هيخليلي الحركة تفصل بشكل اه مزبوط. هنا زي ما قلنا ادي هنا الحركة مقسومة على جزئين. الزراع اللي بيتعمله عملية ليه هو الزراع اللي في الجهة دي. بينضم الجزئين على بعض. لما بينضموا مع بعض زي ما قلنا هو اللي بيدي الدفعة اللي هنشوفها على المضرب في الجهة الاخرى. هنا هنا بعد مقوم بعملية العصر. للزراع. هي ده اتبعها حاجة عاملة زي فكرة هيخزن القوة. ويبدأ اديها للمضرب. فالمضرب يتحرك بسرعة آآ فجائية. فبيبدأ يوصل ايه? بيبدأ يوصل القوة للطاشة بتاعتي. فبتبدأ تضرب القوزيفة والطيرها في وسط النفس بالشكل اللي احنا شايفينه. ده كان مثال من الطبيعة على ما كانت فعلا من الماكينات اللي بتشتغل بنظام السولزر او بنظام القذائف المعدنية. القذيفة دي مش معدن وبس. ولا بوزنها ولا بالشكل هننكلم فيه. القذيفة دي حجم من المعدن. لكن في بعض الاجهزة البسيطة اللي مسؤولة عن التقاط خط اللحمة. مسؤولة عن فك اللحمة من المخذوف في الجهة الاخرى اثناء عملية الامرار. تعيب انا نتكلم عن القذيفة ونتكلم عن مواصفتها. تعتمد الطريقة الاجابية غير التقليدية لامرار خط اللحمة على استبدال المكوك التقليدي. ولا يتراوح وزنه وبين. شوف بقى الوزن وخقرنه لما نجي نتكلم عن القذيفة. وزنه يتراوح ما بين ستمية وخمسين لتسعمية وخمسين جرام. انا دخلت على وزن كيلو. من نصف كيلو اكتر لكيلو تقريبا. انا هشيله خالص. هشيل الوزن ده. وهستخدم طرق اخرى تتعامل مع خط اللحمة بشكل مباشر. مع التغيير بمكان تخزين اللحمة. لو بدلا ما يكون مصورة اللحمة يكون كونة. وبدلا من التخزين المحدود لخط اللحمة اللي عملية الامرار. يبقى هنا التخزين غير محدود لخط اللحمة على جانب واحد. وزي ما قلنا هو الجانب الايصر. جنبك الشمال هو اللي بيكون فيه الكونات. هو اللي بيكون فيه بداية الامرار عن طريق القذيفة. يبقى الجانب الايصر للمكينة دايما هو اللي هيكون فيه كونات المسؤولة عن تخزين اللحمة. ويكون فيها البداية حركة جهاز الامرار. تتباين تلك الطرق من شركة لاخرى. مش بقولك ان الشكل اللي احنا بناخده ده هو اللي سابت. انت عندك كذا شركة شغالة في مجال صنوعة مكينات النسيج. فكل شركة بتنتجي الاجزاء بالشكل المطلوب او بالشكل اللي يتوافق معها. فبالتالي قامت شركة سولزر السويسرية طبعا اشهر الشركات في المجال ده بتقديم البديل غير التقليد المكوك. وهو القذيفة المكوكية. قذيفة مكوكية اسمها بروجيكتل يتراوح ابعادها اول حاجة ما بين تسعين مليمتر للطول. اربعتاشر مليمتر للعرض. ستة مليمتر ليه السمك. وزنها اربعين جرام. طب يعني من وزن كيلو. لوزن اربعين جرام. اه. ده كده نفاقة تكبية كبيرة جدا من الوزن. ركز في الابعاد لان الابعاد مهمة جدا عندي في اسئلة الامتحان. انا هنا بقول البرجيكتل تتراوح ابعادها ما بين تسعين مليمتر للطول. يعني تسع سنتي. اربعتاشر مليمتر للعرض. يعني سنتي واربعة من عشرة. ستة مليمتر للسمك. يعني سمكها نص سنتي تقريبا. يزيد ملي بس ملي بس ملي بسيط جدا. فاعتبر ان السمك بتاعها نص سنتي. ده بيساعدنا على تركيب الاجزاء المعدنية المسؤولة عن التقاط الخيط. وزنها اربعين جرام. ده وزن ضعيف جدا. يمكن الوزن كتعة شوكولاتة صغيرة. تتكون القذيفة من ايه بقى? تتكون القذيفة المكوكية من جسم القذيفة والمصنوع من صلب خاص. يسبت بداخلها. خد بالك انا سألت لك ايه? ده اصلا القذيفة مش حتة معدن وخلاص. لأ ده في حاجات احنا مركبينها جواه كمان. ارتفاع نص سنتي ده يخليني اقدر اسبت الحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي. هنا بنقول ايه? يسبت بداخلها مجموعة التقاط الخيط. ويزود الجزء الخلفي منها بفتحتين. ايه وبي. فتحة مسؤولة عن الامساك. وفتحة مسؤولة عن فك الامساك. تخصص الفتحة بي الخلفية لالتقاط خيط اللحمة. اللي هو هيمسك الخيط من الكونة ويدخل بيه في قصة النفس. يبقى الفتحة بيه مسؤولة عن الالتقاط. طيب الكلام ده هيعمل ايه بقى? انا عندي هنا زي ما قلنا الفتحة بيه الخلفية لالتقاط خيط اللحمة في اه طبعا الجزء التاني من الفتحة الامامية اللي هو الفتحة ايه. يبقى هنا انا عندي هنا بتتحرك على صفين عشان كده الجزء اللي بنكلم فيه. نكلم عن صفين. ايه وبي. بيه مسكة الخيط ايه. ايه وحدة الغاء ضغط المشبك. يبقى البي دي فيها مشبك. ايه بتفك المشبك. بيه تفتح المشبك. وايه بت ايه بتتقفي. يعني انا هنا عندي بيه مسكة الخيط فبالتالي يفتحكت مفتوحة في الاساس. قفرت على الخيط وخدته وطرت بيه. اما اوصل بقى للجهة الاخرى هل ان فيه الجهاز التاني مستنيني عشان يضغط على الفتحة بايه. ويفك المشبك بتاعي. والقذيفة تسيب خيط اللحمة في المرحلة دي. وهتبدأ بقى ايه? تبدأ تكمل الدورة بتاعتها. يبقى هنا ايه هي واحدة الغاء ضغط المشبك. هيبدأ يسيب خيط اللحمة. وهامل تحرير القذيفة من خيط اللحمة بعد القصف. او الفتح. الخاص ليه? المشبك للضغط خيط اللحمة قبل القصف. يبقى هنا الفتحة ايه دي? بتعمل حاجتين. اول حاجة. والقذيفة داخلة. عشان طلع عشان تاخد خيط اللحمة. الفتحة ايه تتفتح? بتفتح? او بتضغط عليها فبالمشبك بيفتح. تمام كده? على طول اول ما بتمسك خيط اللحمة بتروح قفلة. على طول الفتحة بيه بضغط عليها بتروح افلالي المشبك. بتطير القذيفة للجهة الاخرى. بتبدأ الفتحة ايه هي اللي بتشتغل? بيدخل الجهاز بتاعي ويضغط على الفتحة ايه? فبتبدأ ايه? المشبك يكون حر. يفتح مرة تانية فيسيب خيط اللحمة. تنزل القذيفة مرة تانية وترجع ليه الاستقرار من المرة التانية قدام المضرب. فتحة ايه? بتضغط عليها المشبك بيفتح. فتحة ايه بتضغط عليها المشبك بيتقفل. انا كده مسكت الخيط. بتبدأ قذيفة تطير. من المسكة? مسكة خط لحمة. بالشكل ده. هي قفلت. تحركت. راحت الجهة الاخرى. محتاجة حد يفتحها. فتحت. الخيط بقى حر وهي بقت حرة. هتسيب الخيط وتتحرك لقدام. طيب وبعدين. الخيط تريد ما في وسط النفس ده ايه اللي يحصل معاه? اللي يحصل معاه ان المشته هيبدأ يضمه ليه? اللحمة السابقة. طيب وبعدين. بنرجع نتبادل النفس مرة تانية. واللي كان تحت بقى فوق. واللي كان فوق بقى تحت. ونمرر قذيفة مرة تانية. لو مرر قذيفة مرة تانية ايه اللي بيحصل? بتسيب خط لحمة جديد. تمام? وبيحصل عليها نفس الخطوات مرة تانية. وهي رايحة في الجهة الاخرى. وبالتالي هبدأ ان انا اكمل الحركة بتاعتي به الشكل المطلوب. تعالوا نكمل. بيقول لي هنا يثبت بمقدمة الدف دليل معدني لتوجيه حركة القذيفة المكوكية اثناء انتقالها. من الجهة اليسرى للجهة. هنا طبعا ده شكل القذيفة وهنا طبعا وضح لنا الفتح ايه والفتح بي. هنا بقى نستنى عند الجزء ايه دي. ادي الفتح بي وادي الفتح ايه. فتح بي مسؤولة عن الامساك. الفتح بي مسؤولة عن فك الامساك او فك الالتقاط. الجزء الخلفي ده هو فتحة الالتقاط اللي فيها المجبك. لو انا ضغطت على الفتح بي المجبك يقفل لو ضغطت على الفتحة ايه المشبك بتاعي هيفتح طب هنا المطلوب ايه المطلوب انه لما المكوك يدخل القذيفة تبكون جاهزة في المكان ده هيبدأ خط اللحمة يتشابك مع ايه مع الجزئية او الفتحة الخلفية ليه المشبك وتبدأ عملية الانتقاذ زي ما احنا هنشوف هنا طبعا هيبدأ خط اللحمة يطلع من خزين اللحمة ويروح ليه القذيفة بالشكل ده المضرب هيدرب القذيفة نواخت من الكونة ومباشر اول ما هدرب القذيفة هتطيل في وسط الادلة هتروح في الجهة الاخرى هتستقر فتحة ايه هتفتح هتسيب خط اللحمة خط اللحمة هينضم للخيوط الابل كده في النسيج لاحظنا هنا ايه ان القذيفة حركت على حاجة اسفل الجهاز جهاز الضم او اسفل المشت طبعا لها الطريقة للرجوع طبعا ده على المكانة الطبيعية نقدر نشوفها عشان تنتظر للحطفة التالية يبقى انا هنا كل اللي حصل معي ايه قاد القذيفة بتاعتي كل اللي حصل هتبدأ تجهز عشان تطير في وسط النفس هتبدأ الماسك بتاعها يفتح او المشبك بتاعها يفتح هيبدأ يستقبل خط اللحمة هيبدأ يدخل في منطقة المشبك هيبدأ المضرب يضرب القذيفة هتبدأ القذيفة تطير في وسط النفس للجهة الاخرى تم الحتفة هيبدأ المشت يضم اللحمة هتبدأ القذيفة تنزل عشان تتحرك للجهة الاخرى عشان تنتظر الحتفة التالية يبقى انا هنا كنت بتكلم عن امرار بشكل غير تقليدي بشكل حديث زود سرعة المكينة بيديني فرصة لعملية التحريك اكتر بيديني كم من اللحمات انا باكد من اللحمة مباشرة من الكونة طب ده يديني فترة تشغيل اعلى واكتر ده يديني كمان جودة في التشغيل انا زي ما قلنا يهمنا في الاساس الجودة نمر واحد ونمر اتنين ونمر عشرة جودة المنتج جودة المنتج ده هتم ازاي؟ عن طريق تشغيل مكينة حديثة تشغيل اجهزة حديثة حساسات في موجودة هتكون على المكينة برضو حساسة الكترونية انا انا بحاول المكينة للتشغيل الالكتروني المسؤول عن تشغيل المكينة فيما بعد هتكون كمبيوتر وحدة كمبيوتر موجودة هنشوفها طبعا ان شاء الله مع الاجهزة اللي جاية وحدة كمبيوتر مسؤولة عن مرأبة كل ما تتخيله على المكينة التصميم الامرار القلبات وتغيير الالوان الحساسات حجم اللحمات اللحمات متساوية ولا غير متساوية الخلوط السدة اثناء تشغيلها الفتلة اللي تقطعت وتحدد لك الفتلة دي ما كانها فين بالزبط على النول الموضوع بقى بعنق صح بقى الكتروني طب الكلام ده بيخليني ايه؟ بيخليني اخفض المشاكل اللي كان بتحصل مع الماكينات السابقة بمعنى اصح نمرة واحد انا كان عندي ضوضاء كان بتحصل من ضرب اللطاشة للمكوك في الماكينات التقليدية هنا مفيش كلام ده هنا تسمع زبزبة بسبب الاستضام المضرب بالقزيفة فكده الضوضاء قلب ده نمرة واحد نمرة اتنين كم الفائد من التشغيل ما بقاش موجود لان انا باخد من الكونة مباشرة فبالتالي ده اداني مسافة اكبر من التشغيل وده ساعدني اكتر لان انا اوصل بالشكل بتاعي المنتج بتاعي بالشكل والجودة المطلوبة النهاردة احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بجهزة الامرار وكنا نتكلم عن القزائف الماكوكية البروجيكتل هنطلع ان شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم بقى عن الرسمة المطلوبة مننا وحركة تشغيل الخاصة بالجهاز ده شوفك راكتل في الحلقات الجاية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة